هكذا بدت قاعة المستثمرين في بورصة عمان مقاعد خالية ومستثمرون غابوا عن المشهد منذ سنوات فالأزمات التي تشهدها المنطقة أثرت سلبا على الاقتصاد الأردني وهذا ما يؤكده أصحاب شركات التداول في السوق المالية حيث تراجعت وارداتهم المالية بسبب تأثرها بتدهور الأحداث الأمنية في الدول العربية والتي كانت آخرها حملة الاعتقالات التي أجرتها السلطات السعودية واستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد أحداث الحصة في السعودية أن أحجام التداول برضو نزلت كمان شوي يعني فيه تأثر فيه خوف طبعا لأنه كثير من الرجال المال السعوديين لهم استثمارات في السوق الأردني ولهم مشاركة في مشاريع كثيرة في الأردن ففيه خوف مثلاً وشعرة الناس يعني على أنه فيه خوف أنه ممكن هذه الأحداث أنه تأدي لجوء رجال الأعمال السعوديين إلى بيع استثماراتهم في الأردن ومع تطورات الأحداث في السعودية ولبنان انخفض حجم التداول في أسهم الاستثمارات السعودية المتنوعة ابتداءاً بالمستشفيات والبنوك وليس انتهاءاً بمشاريع الطاقة المتجددة أزمة مالية أخرى تعصف بالأسواق الأردنية فرضت حالة من الخوف والترقب لما بعد الاعتقالات على حد قول مراقبين التأثيرات ليست فقط مع الحمل الكبير التي تتم في سعودية وإنما مثلاً انخفاض النفط أثر الحرب على اليمن أثرت هذا جانب كل المتغيرات في المنطقة اللي بيصير في سوريا اللي بيصير في العراق اللي عم بيصير في الخليج الحرب على اليمن التفجارات اللي بتصير هنا أو هنا كل هذه تؤثر تضرب المزاج العام وتؤثر وتصنف المنطقة بشكل أو بآخر بأنها منطقة خطرة تبقى حالة الترقب تسيطر على المشهد الأردني حول طبيعة العلاقة مع الدول المانحة والمستثمرين العرب وحول ما إن كانت المرحلة المقبلة ستشهد شحاً في المساعدات والمنحة المقدمة لدعم الاقتصاد الأردني وخزينة الدولة حالة من الأحباط والترقب تسيطر على أسواق المال في الأردن فارتدادات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة والتي كانت آخرها الاعتقالات في السعودية انعكست بشكل مباشر على هذه الأسواق حيدر العبدالي الحرة عمان ترجمة نانسي قنقر